موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة تعلم الأنجليزية من الصفر مع نجيب في الحصة الماضية درسنا مجموعة من المصطلحات منها so جدا fat بدين slim نحيف boring funny فكاحي you are not بعت لكن right صحيح واليوم سندرس مصطلحات جديدة كلمة a friend a friend a friend صديق a friend كلمة friend ممكن أن نطلقها على الدكور وكذلك الإناث مثل أن نقول صديق صديقة a friend a friend كلمة he is he is هو 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 للمذكر he is كيف نقول هو صديق كلمة صديق هي friend كيف نقول هو صديق صحيح he is a friend he is a friend أو هو أحد الأصدقاء هو صديق أو هو أحد الأصدقاء يعني صديق واحد he is a friend كلمة my my ملكي أو لي ملكي أو لي كيف نقول هو صديقي هو صديقي أنا صديقي ليس هو صديق رأينا هو صديق he is a friend فكيف نقول هو صديقي باستخدام my صحيح he is my friend he is my friend he is my friend كلمة nice nice ثاني لطيف nice nice كيف نقول هو لطيف هو لطيف صحيح he is nice he is nice هو لطيف أو إنه لطيف he is nice في الحصة الماضية رأينا كلمة so so تعني جدا جدا كيف نقول هو لطيف جدا هو هو لطيف جدا he is so nice he is so nice كيف نقول لنا صديقة أو لنا أحد صديقاتي صحيح لنا is a friend لنا is a friend لنا is a friend كيف نقول لنا صديقتي أنا صديقتي أنا صحيح لنا is my friend لنا is my friend my friend كلمة she is she is هي she is كيف نقول هي صديقتي هي صديقتي أنا صحيح she is my friend she is my friend كلمة good 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 تعني جيد جيد كيف نقول صديق جيد صديق جيد صحيح a good friend a good friend كيف نقول هي صديقة جيدة هي صديقة جيدة صحيح she is a good friend she is a good friend كيف نقول صديقتي لطيفة صديقتي لطيفة صحيح my friend is nice my friend صديقتي my friend is nice كيف نقول هي لطيفة هي لطيفة أو إنها لطيفة هي صحيح she is nice she is nice كان هذا كل شيء بالنسبة للحصة رقم اتنان أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم إلى اللقاء في الحصة رقم ثلاثة شكرا على المتابعة والاشتراك وفي أمان الله شكرا على المتابعة